أهلاً رحيم برحب بحضراتكم مشاهدين وأهلاً بكم حلقة جديدة من مصر جميلة يا رب دايماً أيامنا تكون سعادة وخير وتفائل وأمل بإذن الله والحقيقة كمان يعني بنقول إن احنا نقضي أجازة نهاية الأسبوع مع حضراتكم بإذن الله تكون أجازة سعيدة وزي ما بقول دايماً خلونا نروح نزور الأهل ونشوف بعضنا وده جزء مهم جداً نحنا نكمل حياتنا الاجتماعية ونسيب شوية حياة السوشيال ميديا للأسف بعدتنا مش قربتنا النهاردة إن شاء الله هنبدأ مع حضراتكم فقراتنا بمجموعة الأخبار المعتدين عليها مع حضراتكم الخبر الأول بيتكلم عن ممثل الفاو في مصر نعمل على تصميم سياسات ومشاريع أكثر مراعاة للبيئة أكد نصر الدين حاج الأمين ممثل الفاو في مصر أن بالتعاون مع الحكومة المصرية من أجل تصميم سياسات ومشاريع أكثر مراعاة للبيئة والاستدامة والترويج لإنتاج أفضل بموازات تحفيز المزيد من الاستثمارات في الأنماط الغذائية الصحية المستدامة فالجهود الهدفة إلى التخفيف من وطأ التغيير المناخ والتظاهر البيئي وضمان رفاهيتنا تتوقف على ذلك كما يتعين علينا تفعيل حركة غذائية تدعو إلى إحداث تغيير طموح الحقيقة زي ما احنا يمكن شوفنا المؤتمر العالمي للمناخ اللي حضره في خامة الرئيس عبدالفتاح السيسي الحقيقة وكان مجموعة من التوصيات في هذا المؤتمر والفعاليات اللي هتم من هذا المؤتمر لغاية عشرين تلاتين نتكلم على مجموعة من الإصلاحات اللي هتتخذها الدول الصناعية الكبرى وألزمت بهذه المجموعة الإصلاحات الحقيقة ومجموعة اللي هو إيه بنتكلم على زيادة التلوث الصناعي بنتكلم على الحقيقة الاحترام الأكثر للبيئة بنتكلم على تغير المناخ ممكن يؤثر على مدن كاملة ممكن تختفي بنتكلم على زوابان الجليد في القطب الشمالي النهاردة بنتكلم على أمور كتيرة جداً ذكرها هذا المؤتمر الدولي وبنتكلم كمان من أهمية هذه المؤتمرات والمؤتمر اللي دعيا ليه كل رؤساء العالم الحقيقة ده لخطورة الموقف المناخي فكرة كمان الحفاظ على البيئة يعني من فضلكم اللي قدامه شجرة اللي بيحافظ على المكان بتاعه حجم القمامة اللي بيبقى موجود كل ده بيأثر علينا وبيعود علينا مرة تانية بالسلب وبيأثر على أنه فيه بعض كمان من الغذاء اللي احنا يمكن بننتجه وبنزرعه في حياتنا ما بيبقاش موجود وده هيأثر على البشرية كلها فده جزء مهم جداً بنتكلم عليه زي ما بنقول دايماً ومتابعة والنهاردة يمكن في مصر جميلة هنتكلم مع حضراتكم على إجمالي الحاصلات بتاعتنا الزراعية هنتكلم كمان على النمو اللي حصل في صادراتنا وزي ما بنقول الثقة اللي رجعت مرة تانية للحاصلات الزراعية للتصديرها للاتحاد الأوروبي ده كله جزء مهم جداً خبر التاني النهاردة هيكون عن ختام فعاليات مهرجان سياحة الفراعنة للأصحاء أو سباحة الفراعنة للأصحاء وذوي الهمم في الغردقة اختتمت يوم الأربعاء فعاليات مهرجان سباحة الفراعنة للمياه المفتوحة للأصحاء وذوي الهمم بمدينة الغردقة بقيادة السباح المصري خالد شلبي وكيل الاتحاد الإنجليزي لعبور المانش والسباحة الأولمبية والسباحة الأولمبية شروة حافظ بمشاركة عدد كبير من السباحين الأجانب والمصريين والسباحين ذوي الهمم وسباحي النادي الأهلي ويهدف المهرجان إلى تنوع المنتج السياحي من الجنسيات الأجنبية القادمة لزيارة مصر وفتح أسواق جديدة ودعم السياحة الرياضية وخاصة لذوي الهمم زي ما بنقول دايما أنه اندماج هذه الفئة وهذه الشريحة من المجتمع المصري في كافة مجالتنا زي ما بنشوف في كل الفعاليات كل الإيفنتات اللي بتحصل في مصر مع كل المؤتمرات مجموعة من أصدقائنا وأحبائنا من ذوي الهمم بيكون ليهم مكان في هذه المؤتمرات وفي هذه الرياضات فبالتالي لأنهم زي ما بنقول دايما أنه بيرفعوا اسم مصر عاليا في هذه البطولات والحقيقة ما بتقلش أبدا مجهوداتهم عن مجهودات الأصحاء ودي بتبقى رسالة مهمة جدا للعالم كله استمرار الرياضات في مصر وبنقول للعالم كله هنا بلد الأمن والأمان عندنا النهاردة زي ما أنا قلت لحضراتكم هنتكلم على زيادة الصادرات الزراعية وتأثرها على الاقتصاد المصري الاقتصاد المصري أو زيادة الصادرات بتقفز الحقيقة إلى رقم الحقيقة جيد جدا في هذا العام نتكلم على تقريبا تصدير خمسة مليون طن وده ما حصلش من فترة طويلة مجموعة من الحاصلات اللي ابتدى يقبل عليها الاتحاد الأوروبي وابتدت تقبل عليها دول كتير ثقة في المنتج المصري وده جزء مهم في حوارنا القادم بإذن الله وهيشرفني في هذه الفقرة دكتورة هند عبدالله مدير معمل متبقيات المبيدات في الأغذية هنتكلم كمان على إزاي نحن نشتري الخضار بتاعنا وإزاي نعرف مفهوم التنمية الزراعية ومصر عملت إيه من الإجراءات عشان نوصل لهذا المستوى الجيد الحقيقة من ثقة الدول اللي بتستورد مننا هذه الأغذية كمان عندنا فقرة عن مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية الواحد وعشرين وزي ما بنقول إن دي دورته الواحد وعشرين بقالوا واحد وعشرين سنة بيجمع كل الدول الحقيقة العالم بتكون موجودة في محافظة الإسماعيلية بالفنون الشعبية بتاعتها بالرقصات الموجودة الفلكلورية الجميلة يعني الحقيقة تجولوا في كل حقيقة الشوارع الرئيسية والميادين الرئيسية في محافظة الإسماعيلية وكان مهرجان مهم جدا وزي ما بنقول الرسالة الأساسية من هذه المهرجانات والمؤتمرات هي إنه تفضلوا زورونا وشوفوا بلدنا وشوفوا الأمن والأمان دورة واحد وعشرين واحد وعشرين سنة بيقام هذا المهرجان لم يتوقف عام واحد هنا الحقيقة كل التقدير والاحترام للقائمين على هذا المهرجان والحفاظ الحقيقة على هذه المهرجانات الدولية بيؤكد قدرة مصر على تنفذها الفقرة دي إن شاء الله هيكون مشرفني فيها الأستاذ دكتور هند عبدالله عفوا الأستاذ أحمد عبد الناصر أخي الصائي ثقافي بالهيئة العامة لكسور الثقافة وإن شاء الله هيكون حوار ممتد عن هذا المهرجان دي فقراتنا النهاردة بعد الفاصل بإذن الله ألتقي بحضراتكم فقرتنا الأولى من فضلكم بدكم مرة تانية على الهواء مباشرة وبنتابع فقرات مصر جميلة الحقيقة لما بنيجي نتكلم على جزء مهم من حياتنا وهو الغذاء بكل حقيقة أشكاله لما بنتكلم على الزراعة والتقنيات والتكنولوجيات الجديدة اللي دخلت في الزراعة لما بنتكلم على معامل الأبحاث اللي موجودة وهي من أفضل معامل الأبحاث على المستوى العالم تقريبا بنتكلم عندنا أسازة كبار الحقيقة بيشيد بيهم أو بتشيد بيهم المؤسسات والمنظمات الدولية العاملة في هذا المجال أنا بدأت مع حضراتكم النهاردة الخبر بتاع منظمة الفاو وبنتكلم على أن هي بتعمل على تصميم سياسات ومشاريع أكثر مرعاة للبيئة وكان فيه مجموعة من التكريمات من هذه المنظمة العالمية الدولية الحقيقة بالأمس لعلماءنا وأسازة الزراعة في مصر النهاردة خلونا نتكلم على شكل الغذاء بتاعنا وبنتكلم ليه ثقة المستهلك الأجنبي راحت للمنتج المصري من الزراعة ده جزء مهم جدا لأنه بياخد جزئين الجزء الأول بيصب في الدخل القومي للدولة المصرية زائد أنه قيمتك التسوقية عالميا بتزيد وبترتفع فده بيجيب لنا استثمارات مهمة جدا وده اللي احنا محتاجينه في الفترة القادمة خلوني رحب بضفتي وضفة حضراتكم برحب الأستاذ دكتور هند عبد الله مدير معمل متبقيات المبيدات في الأغذية بوزارة الزراعة اهلا بحضر البت آم صباح الخير على عبر Thunder خلينا اخدوا بطايتل الأول متبقيات المبيدات في الأغذية تفضلي فأنا متبقيات المبيدات في الأغذية دي من أهم العوامل اللي بتساعد زي ما قلنا احنا للفقرة تصديرية من أهم المحادثات اللي بتحدد لما خاصلنا تتصدر أو ما تتصدر طبعا فيها عوامل كتير لكن من أهمها هي متبقيات المبيدات ايه هي متبقيات المبيدات؟ لأن بعض الناس بتسمع الاسم مش مدركة إيه هو رغم أهميته الشديدة اللي إحنا كلنا يعني بنتكلم فيها بس مش عارفينها بدقة. إحنا بنتطر أو العالم كله بيضطر أن هو يستخدم المبيدات. لازم لأنه عشان أقدر أحصل إحنا محدش وصل للاكتفاء الزاتي أو من الدول اللي عندها فهي أنها تستغنى عنها. لأن المبيدات هي وسيلة للمكافحة للآفات الموجودة في المحاصيل الزراعية. عشان أقدر أحصل على محصول آمن ووصل للغذاء بتاعي. لكن مع الرش ده بيتبقى أثار من المبيدات على المحاصيل. نعم. إذا تم تجاوز. خارجياً ولا داخلياً. داخلياً وخارجياً. داخلياً وخارجياً. إذا حصل تجاوز في الرش. إذا حصل سوء استخدام في الرش. فبيتم أنه بيحصل بقايا. المبيد مش كله بيتكسر. بيتبقى منه بقايا. البقايا دي المفوض تكون عندي بتركيزات محددة. صحيح. ما تتجاوز عنها. إحنا درنا في المعمل إن إحنا نقدر المتبقيات دي عشان نشوف هل هي متجاوزة ولا غير متجاوزة. متجاوزة بالنسبة للحدود العالمية. إحنا نقارن ده للحدود العالمية. فده متبقات المبيدات ده موضوع كبير جداً. تحليل دقيقة جداً جداً. مش كل دول بتقدر تقدرها. بيجينا دول كتيرة من أفريقيا ومن دول العربية. إحنا عندنا التقنيات دي. عندنا التقنيات دي. وعندنا التكنولوجيا دي. وعندنا التكنولوجيا والخبراء اللي قاموا بدأنا من 25 سنة كانت مصر والمعمل الكيوكاب هو معامل المتبقيات. رأت فيه نقطة تقدير المتبقيات المبيدات. وأهلنا في دول العربية كتير ودربنا زملاء وخبراء في الدول والدول الأفريقية علشان تقدير المتبقيات المبيدات. صحيح. وده بياخدنا لقصة التصدير. يمكن هنشوف تقرير بعد شوية بيتكلم على زيادة تصدير حاصلات مصر الزراعية للاتحاد الأوروبي ومجموعة من الدول. هي اللي أقبلت بشكل كبير جدا هذا العام. ووصل حجم تصديراتنا إلى تقريبا 5 ألف طن من الزراعات. لا ده 5 مليون طن. 5 عفوا 5 مليون طن. وزيادة. وفي زيادة طبعا يعني. وده زيادة عن العام الماضي بتقريبا حوالي 15% في صديراتنا. المحددات والرولز أو القوانين اللي بيقدمها لاتحاد الأوروبي عشان يستورد مننا هذه الحاصلات الزراعية بتاعتنا. بتبقى إزاي وكلمين عنها وإزاي كمان بنقدر نوصل للمزارع إن هو يكون عنده هذه الثقافة عدم استخدام المبيدات أو بتستخدم بشكل حقيقة مقنن جدا. نعم. طبعا الاتحاد الأوروبي هو من أكثر الهيئات والجهات أو الدول اللي يعني متعصبة جدا متشددة جدا في ريجليشن بتاعتها. يعني يعني ممكن أنا أصفر لأمريكا بيكون أسهل من الاتحاد الأوروبي أحيانا بتنزل دايما بالحدود لأقل الحدود. وفي حاجات ما تقبلش أن تكون موجودة نوع معين من الملاوزات أن يكون موجود. كويس. فالاتحاد الأوروبي يكون إن مصر بتصدى الاتحاد الأوروبي ده في حد ذاته إنجاز. لأن أنا أقدر أوصل للحدود المطلوبة دي يبقى أنا الحمد لله ماشية في الالتراك المصبوط. إحنا بنعمل إيه علشان نقدر نوصل لده؟ بنعمل حاجات كتير. في خطوات كتيرة جدا بتتعمل عشان أوصل لقول إن التصدير زاد. الحمد لله طبعا يعني وزارة الزراعة أيما بمجهود غير عادي. يعني منذ سنوات زادة سنوات الفترة الأخيرة فتح أسواق جديدة. بنبدأ أو بدأنا من فترة طويلة نحلل إحنا نحلل المحاصيل بتاعتنا قبل ما تسافر. ومن هنا بيجي دور المعمل دور المعمل إن أنا أحلل وأشوف محاصيلي مطبقة للرجليشن بتاعت الدولة اللي هصدر لها ولا لأ. طلعت مطبقة فالحمد لله بصفر والشحنات بدأت التصدير بيزيد. الشحنات مش بتطرفت زي الأول وده مهم بقى جدا. يعني كان الأول ممكن بتتصفر شحنة مش عارفين فيها إيه فبيكشف عنها بره فبترجع تاني. لكن النهاردة بقى فيه كشف قبل ما الشحنة تسافر ده بيحصل. طبعا الحجر الزراعي لجنة المبيدات وزارة الزراعة بكل قضعاتها بتقاوي. لأن دي منظومة عشان أوصل لأن أنا أزود التصدير فأنا بقى عم حاجة اسمها ممارسات زراعية جيدة. ممارسات زراعية جيدة بتبدأ بكل خطوات الزراعة. إزاي يستخدم المبيد وطبقه وإزاي زي ما حاجة قلت كده نوصل للمزارع ونوعي ونفهمه خطورة إنه هو لما بيستخدم استخدام غير ما سأقول إنه هو قد إيه خسران. أولا لو هيصدر هو خسران. لو هينزل الأسواة المحلية هو كمان خسران وأنا خسران. لو أنا بتفرج على اللقاء ده كمواطن هسأل سؤال. طب الخضار اللي احنا بناكله في مصر يعني فيه كتير مش راضع عن شكل ومستوى نوع الخضار اللي موجود. إلا في بعض الأماكن وبيبقى غالي السعر جدا يعني. هل بيتم الكشف عليه زي اللي بيتم تصديره؟ بالزبط. المعمل بيعمل حاجات ممت جدا أو الوزارة. بنعمل إيه؟ زي بالزبط العينات اللي بتتم للتصدير أو للوارد بيتم فحص العينات المتدولة في الأسواة المحلية. وفي برنامج الوزارة المتبنيات احتراعية لجنة المبيدات اسمه المشروع القاومي لرصد متبقية المبيدات في الخضر والفاكهة في الأسواة المحلية. فإحنا على مستوى المحافظات بننزل بنجيب بأننا ثلاث سنين بننزل بنجيب العينات من الأسواة المختلفة بخطة محددة كل سنة بنزود المحافظات بنزود المحاصيل. أنتو بتاخده من السوق من التاجر. أو طبعا. مش من المزارة. من الأسواة الجملة والأسواة الصغيرة. عظيم. وبناخد العينات بنحللها المعمل معتمد من الاتحاد الأوروبي. اعتماد دولي ومعتمد كمان من المجلس الوطني اللي اعتماد. في قواعد للشغل إننا لازم ندخل العينة متكودة. بمعنى أنا هون معرفش جعينة سوق محلي. هل جعينة باحث جاي يكشف عن حاجة أو رسالة؟ هل جعينة مصدر؟ كل المحللين اللي شغالين في المعمل ما حدش يعرف العينة دي. وبالتالي كل القواعد والتحاليل والبروتوكولات الرسمية اللي بتعمل على أي عينة متصدرة بتتعمل على العينات المصرية. فأنا عايز أطمن الناس. أولا احنا بالنتاج اللي بنلاقيها وبنشوفها. الوضع طبعا مزي ما هو متصدر خالص إن فيه تلوث وإن فيه م... لا الكلام دا مش مصبوط. بصراحة وأنا ما يعني... وحضرتك مسؤولة. يعني حضرتك مسؤولة. أنا بحلل وبشوف الشغل. فدي فيها نعمل أمان. أمان كمان وده احنا دايما بنقوله والمعمل كل الناس تقدر... تقدر تجي تزور المعمل وتشوف المكان قد إيه الجودة وقد إيه الشغل. فعلا محدش بيعرف دي عينة إيه. وكل العينات بتتحلل أبدا صحة الموضر المصري لو حياتك شايف كل المشاريع تهمها صحة الموضر المصري. وده اللي بنأكد عليكم بك. يعني كفاءة المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة وبنتكلم... كل المشاريع ماشية في اللي... يعني في كل الحقيقة التخصصات باقت المبادرات موجودة. فمهمة قوي إن أنا أحافظ على الغذاء اللي بيتناوله الموطن المصري علشان صحة... لأنه ده الأساس بتاع الصحة يا. دكتورة كنت حضرتك أحد المكرمين من منظمة الفاو. وأعتقد بالأمس في احتفالية كبيرة جدا لمجهوداتكم ووصلكم الحقيقة لدرجات مهمة جدا من البحث العلمي والحقيقة الدراسات الكبيرة. يعني تكلميني على أهمية هذا التكريم وماذا يمثل حقيقة المصر؟ بصراحة هو التكريم طبعا ده حاجة كانت بتشرفني جدا وترشيحها مع الوزير وترشيح رئيس مركز البحوث ويا رب نكون على قد المسئولية. هو الاحتفالية كانت بمناسبة اليوم العلامي للغذاء. الهدف ده اليوم ده اليوم احتفالية للفاو لمكافحة الجوع. ما بقاش النهاردة مشكلة الغذاء هي الجوع فقط. الجوع برضو بيجي نتيجة لأسباب كتير قوي الهدر الغذاء. الحصول كمان على غذاء آمن ومتوازن. ده بقى مهم جدا. فالحصول على غذاء آمن ده الدور اللي بيقوم بمعمل المتبقات. وطبعا يعني الجميع يلمس المعمل ومجهود لأن المعمل بيشتغل 24 ساعة. ده المعمل الوحيد في كمهورية مصر العربية اللي بيشتغل 24 ساعة. بيشتغل في الأجهزات الرسمية بدون توقف. زي ما قلت رحاتك عنده من التقنيات والتكنولوجيا ما يفوق أي معمل تاني لما كانته الدولية والإقليمية. فالحمد لله طبعا التكريم ده بالنسبة لكل الزملاء في مركز البحوث اللي تم تكريمهم من برا. طبعا دي حاجة هنقول هي معنوية بتحسسهم قد إيه المجهود اللي بيبذل واللي هما بيعملوا ليه قيمة وليه معنى. صحيح والتكريمات دي كمان بتحط مصر حقيقة في مصاف الدول اللي هي بقى خلاص بقت متخصصة جدا في هذا المجال وده جزء مهم. حضرتك احنا في جائحة كورونا أكتر قطاع من القطاعات كانت صندة وبتصدر مش بس عنينا في دول عانت في دول عانت ودول كبيرة. لكن الحمد لله احنا ما عانناش كدولة وكأفراد عاديين وبالعكس كمان كنا بنصدر وكنا شغالين بشكل كويس قوي. طيب كلنا شفنا المؤتمر العالمي للتغير المناخ اللي حضروا كل حقيقة رؤساء العالم. وكان جزء مهم جدا من الحوار في هذا المؤتمر وكان فيه أوراق بحثية مهمة جدا قدمت في هذا المؤتمر. كانت بتتحدث عن التلوث البيئي احنا بنتكلم النهاردة انه هذا التلوث وتغيير المناخي بيأثر كمان على الزراعات وبعض المنتجات الزراعية بتاعتنا اللي ممكن تختفي ما نشوفهاش تاني يعني. كلمين من فضلك عن اهمية هذا المؤتمر واهمية ان يكون فيه انضباط بيئي من المواطن العادي. صحتك تغير المناخي بقى تحدي تحدي لكل الدول العالم الكبرى قابلينا لان التغير المناخي كان يعتبر الدول المتقدمة والدول الكبرى هي سبب فيه اكتر مننا. صحيح. مجرد مستخدمين مش بالشكل اللي احنا محناش منتجين للتكنولوجيا زي الدول هي وغالبا التغير المناخي والتلوث البيئي اللي زاد بالشكل اللي احنا شوفناه ده بسبب التكنولوجيا العالية جدا والافراط في استخدامها. في كل حاجة في انتاج الكيمويات في التصنيع على مجال واسع جدا للأسف احنا متضررين وما كناش سبب من اسباب رئيسياتي. صحيح. لكن كمان بنطلب دلوقتي ان احنا لأ نقلل استخدام مبداية نقلل استخدام اسمدة نحاول يعني ناخد اتجاهات هو يعني انا من وجهة نظري مهمة قوي ان احنا كمواطنين عاديين انا هاتبع الرولز والقواعد في استخدام الكيمويات ده ما نبقى من ناحية الزراع. لان التغيرات الملاخية هتسبب لي ظهور افات جديدة. ظهور افات جديدة هتعمل لي مشاكل زي ما حاتك قلت ممكن تبدأ تقضيلي على محاصيل لان انا لو مش عامل احتياطاتي وازايها كفاحة وابدأ اجهز نفسي لده هتحصل مشاكل كبيرة جدا في الغذاء. لان طبعا هيحصل ظهور افات انا مش عارفة هي ايه. زي ما بيحصل دلوقتي ظهور فيروسات زهور في حاجات انا ما اقدرش لازم اكون مستعدة جدا ازايها كباحة. طيب في الوقت الحالي مثلا ما اظهرش حاجة. لكن عند اقدر اعمل اقنن في الاستخدام بتاعي للكيميكالز. للكيميويات والخاصة سواء اسمدة او مبيدات بتدريجيا. وحاول ادور على البدائل. ودلوقتي حتى وزارة زراعة عامل طبعا قانون الزراعة العضوية اتفاعل. يعني في حاجات كتير بنحاول نمشي فيها علشان نقدر نواجه ده ونقلل للتلوث الناتج عن استخدامها. ونقدر نوصل للزراعات الطبيعية الارجانيك اللي بيقولوا عليه هل ده خطة الدولة القادمة؟ طبعا ما نقول لحتاج دلوقتي في صدر قانون الزراعة العضوية كانش لها قانون زراعة العضوية ان انا ازرع زراعة متمدة فيها على المنتجات العضوية الطبيعية. وابعد فيها عن استخدام الاسمدة الكيموية والمبيدات الكيموية. وده حاجات كويسة جدا. النهاردة بقى محددة وليها استخدام محدد وفيه قانون بيعاقب عليها. استخدام الاسمدة الكيموية بالافراط او بكده؟ لجنة بالنسبة للمبيدات الاسمية طبعا برضو ليها قواعدها. لجنة مبيدات الآفات طبعا متابعة كل القواعد. وبتحدد الكمية اللي دخلها حسب المساحة المزروعة. يعني بيتم الإفراج الجمهوركي عن المبيدات ما هواش بطريقة عشوائية. ولا دخول المبيدات بيتم تسجيل المبيدات بشكل رسمي. والمبيدات بيتم تجربها. عشان يشوف فعاليتها على الآفة وسميتها ومتابقات المبيدات فيها. واعمل عليها كل الدراسات تحت حوالي أكتر من سنتين على ما نقدر نقول المبيد ده يدخل أولا. وبيدخل بشكل مقنن سموت رهاتك طبقا للمساحة وطبقا لأنا محتاجة قدقية من الكمية دي عشان ما دخلش كميات أزيد من اللي محتاجة. صحيح. فيضطر التاجر نوعي بحها وكذا. خليني أستغل وجود حضرتك معانا يا دكتور هند. وبنتكلم على إزاي أنت قلتي لي في سياق حديثك في الأول إزاي يكون عندنا غزاء متوازن. الثقافة دي شوية مش عند المصريين. الغزاء المتوازن يعني أو ماذا تقصدي بالغزاء المتوازن؟ وإزاي ربط المنزل أو الشخص العادي المواطن العادي يعرف أن هو بيأكل غزاء متوازن؟ غزاء متوازن بمعنى أني أنا أختار الخضار والفكهة بشكل ما اعتمدش طول الوقتي مثلا كل يوم باكل ملوخي. كل يوم باكل طفاح بس. كل يوم باكل لحمة بس. ده مش مصبوط. وأولا بعمل إهدار في نوع معين من الغزاء بأثر على صحيتي بشكل كبير جدا لأن أنا بركز على نوع معين من البروتينات أو نوع معين من النشوات أو السكريات أو الفيتامينز وسايب جسمي محتاج حاجات مختلفة. فأنا عايزة أعمل توازن كمحتوى وتوازن كمان من ناحية التلوث الكيماوي أو الميكروبي اللي بيبقى على الحاصلات الزراعية أو المنتجات اللي أنا بتناولها. فأنا أخلي غزائي متوازن أني أنا بنت بنوع غزائي وما أفردش استخدام نوع معين. ودي مشكلة وساعات المشكلة دي بتسبب بعض مشاكل تانية أو إشاعات أخرى زي أحيانا يقول لك البطيخ، الخوخ، مليان مبيدات، الدنيا. الحقيقة أن الفراد في تناول بعض أنواع الفكهة نتيجة اللي حتوق على نوع معين من السكريات بيقدي إلى ظهور نزلات معوية. صحيح صحيح. بتقدي العراض. كنا دايما نشوفه في موسم الخوخ والبطيخ لأنه أحلبناكم منه كتير. المواطن إنه لا ده في حاجة. ده مرشوش. ده في مشكلة. الحقيقة المشكلة إن حضرتك في الصيف بتفرط. يعني نقطع البطيخة ولازم أنه خلص. لازم تخلص. غسلت الخوف وطول من رايح جاي أنا قاد باكل بكمية كبيرة. ففي عندي هنا تناول الغذاء مفيش في توازن. يعني أنا يكفيني سمرة أو سمرتين في اليوم من نوع معي من التبه. يعني دي جزئية يا رب أشكر عليها للدكتورة إن الحقيقة إحنا ما بنبقاش أخدين بقى لنا لأنه كلنا بنحب البطيخ والفواجد. فأنا وأنا رايح وأنا جاي عمالك والبطيخة بتتفتح لازم تخلص فعلا. بالضبط فعلا. صحيح. فعشان كده بقول هذا كده هي الغذاء يكون متوازن. لأنني أنا كده أنا بحافظت أولا على صحتي. أخدت كمية لو لو فيها تلوث أنا مش شايفه. أنا أخدت كمية ليلة جدا من التلوث ده. من التلوث ده. طيب التلوث ده حتى لو فيه تلوث. أنا أتخلص منه زي. أنا في البيت أتخلص منه زي. لو في حاجة بتتأشر أعشر. لو بخسل بمية لا بخسل بمية وخل. أعرف ما يقل. وبعدين أشر بمية بعد المية والخل. أقشر. كل الحاجات دي كلها بتخلصنا من أي ملوث خارجي. صحيح. شكرا جزيلا دكتورة هند نورتيني في مصر جميلة الحقيقة. وزي ما بنقول دايما القادم أفضل. بقينا بنشتغل على القواعد الدولية. وعندنا أحدث تكنولوجيات. فبالتالي من لسان كده. الدكتورة هند إنه الخضروات والفواكه اللي موجودة في السوق. هي تحت رقابة صارمة. وبيتم طول الوقت أخذ عينات عشوائية من الأسواق. بتاعتنا سواء الجملة أو القطاعي. فحضراتكم تتطمنوا من هذا أو في هذا المجال. يعني شكرا جزيلا دكتورة هند عبد الله. مدير معمل متبقيات المبيدات في الأغزية بوزارة الزراعة. شكرا جزيلا لحضراتي كفان. بعد الفاصل هلتقي بحضراتكم. والدورة الواحد وعشرين من مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية. وهنتحدث عن هذا المهرجان وتنظيمه. وهيكون ضيفي في هذا الفقرة الأستاذ أحمد عبد الناصر. خصائي ثقافي بالهيئة العامة للقصور الثقافة. ابقوا معنا. أهلا بحضراتكم من جديد. زي ما تابعنا مع حضراتكم التقرير. واحد وعشرين دورة قام بيها مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية. وهذا المهرجان الحقيقة يعني اللي حضروا من حضراتكم. وأنا بشكل شخصي كنت ببقى أحد المشاركين في تنظيمه في السنوات السابقة. حقيقة مهرجان غاية في الروعة والجميل. حقيقة نتكلم على تسع دول مشاركة عربية وأجنبية. المهرجان ده كان بيصل في بعض الأحيان لتنين وخمسين دولة. الحقيقة كانت بتزور مصر. طبعا فكرة أنه استمرارية المهرجان وأنه يقام في مثل هذه الظروف والوباء كورونا العالمي. والكلام ده كله وأنه الدولة بمؤسساتها الثقافية تكون حريصة على وجود هذا المهرجان بهذا الشكل الجميل اللي شفناه في التقرير. أعتقد أنه ده نجاح مهم جدا ويحسب الحقيقة للقائمين على الثقافة في مصر. آم بتنظيم هذا المهرجان وزارة الثقافة ممثلة في هيئة قصور الثقافة. خلوني أرحب بضيفي وضيف حضراتكم برحب الأستاذ أحمد عبد الناصر أخصائي ثقافي بالعيق العامة لقصور الثقافة أهلا بحضر الأستاذ أحمد بنوارنا. يعني دايما في المهرجانات القديمة واللي بتحافظ عليها مصر دايما بقول مبروك علينا هذه الدورة كمان. لأنه زي ما أنا قلت دايما أنه استمرارية هذه المهرجانات هي رسائل مهمة جدا للحفاظ على طراثنا وهويتنا وأن احنا قادرين على أن نقيم هذه المهرجانات بشكل مستمر. بداية يا فندم أنا بس يعني طبعا هي الدورة الحالية دورة استثنائية طبعا بكل المقايير في ظل الظروف اللي احنا بمر بها. لكن خليني أبدأ أن احنا نقول مثلا استراتيجية الدولة الدولة المصرية أصبحت لكل مؤسسة حكومية استراتيجية خاصة بيها لها أهداف محددة. طبعا وزارة الثقافة ممثلة في هيئة قصور الثقافة لها أهداف معينة لو حددناها مثلا وزارة الثقافة لها سبع أهداف استراتيجية. أول أول هذه الأهداف يتعلق بالحفاظ على الهوية المصرية. الهوية المصرية يعني لو تكلمنا عنها أبرز حاجة ممكن نبرزها بيها الشكل الكلمة. ده يتعلق بالشكل الكلمة اللهجة العادات والتقاليد كل ده نقدر نمثله في فرقة فنون شعبية في أي فرقة فنون شعبية تابعة للهيئة العامة لأكسور الثقافة ممكن نقول عنها بمثابة متحف فني متنقل قادر أن هو يبرز الهوية المصرية بشكل واضح جدا وبيصير إعجاب الجمهور المحلي والجمهور الدولي بالتأكيد. نعم وده مهم جدا للحفاظ زي ما حضرتك قلت على الهوية المصرية وبنتفرق كمان على فلكلور والثقافات المختلفة وده بيأثر بشكل مباشر على المواطن المصري. عما بنشوف الرقصات نشوف الملابس بتاعة الدول دي حاجة بديعة جدا. أكيد فنون يعني بمجرد أن حضرتك تعمل تبادل للثقافات دي فده انتشار أولا للثقافة المصرية وتوسع في معرفة ثقافات أخرى. نعم دايما كل مهرجان بيبقى على رأسه مجموعة من الرسائل اللي بنوصلها للعالم كله. كانت أهم هذه الرسائل إيه في هذا المهرجان أستاذ عبد؟ طبعا بالتأكيد أول هذه الرسائل الأمن والأمن الذي تتمتع به مصر في ظل طبعا زي ما قلت ظروف الاستثنائية سواء لكورونا أو ما يمروا بيه العالم أو من منطقة حوالينا. نعم ده أهم الرسالة الأساسية أنه نحن بنشتغل في كل المجالات بل بالعكس بنشتغل على الثقافة أكتر أكتر من أي مجال تاني. لو ديت لحضرتك مثال مثلا أنا كمواطن من محافظة البحيرة مثلا في الفترة اللي فاتت دي حققنا مجموعة من النشاطات الكبيرة جدا على الأرض المحافظة. يكفي أن أقول لحضرتك أنه تم تمويل المشاريع الثقافية في محافظة البحيرة ب134 مليون جنيه مشاريع جديدة خلال الأربع أو خمس سنوات اللي فاتت. فده الرسالة مهمة جدا أنه نحن لا بتشتغل على الأرض ومش همين حتى لو في ظل الظروف السنائية موجودة في العالم كله. نعم والحقيقة خليني أروح لقصور الثقافة وهي لها دور كبير جدا بما تتمتع به من رقم واحد بنية أساسية موجودة تقريبا في كل المحافظات. بتكلم كمان بتتمتع بالكوادر الحقيقة الفنية القوية جدا لأنا بشوفهم. بتخرج لنا كمان مواهب كبيرة وكتيرة جدا يعني أغلب مواهبنا سواء على الشاشة أو في السينما أو في الغناء أو في التمثيل بيخرجوا من قصور الثقافة الموجودة في محافظاتنا. زي ما قلت لحضرتك هيئة قصور الثقافة يعني لو وزارة الثقافة عموما لها سبع أهداف استراتيجية بتحققها على الأرض قابلة للقياس. فهيئة قصور الثقافة المؤسسة الوحيدة القادرة على تحقيق السبع أهداف كلها المؤسسة الثقافية الوحيدة القادرة على تحقيق بحكم أمور كتيرة جدا. وجودة على الأرض زي ما حضرتك قلت مواقع الهيئة لعمل القصور الثقافة مغطية جميع أجزاء جمهورية مصر العربية من الشمال للجنوب كوادرها موجودة سواء في الكوادر الفنية أو الكوادر الإدارية. ده من خلاله بنقدر ندعم مواهب ونخرج مواهب جديدة في كل وقت. تعال نروح للمهرجان والدورة الواحد وعشرين ونتكلم على الدول اللي شاركت في المهرجان. كانت كام دولة وإيه أسماء هذه الدول. شاركة مع السنة دي في المهرجان دول أردن وفلسطين وأزربيجان ونيبال وأندونيسيا. بالإضافة لفرق المصرية اللي حاولت الهيئة العامة لكسور الثقافة أنها تبرز كل البيئات المختلفة الموجودة في مصر سواء في الصعيد أو البيئات السحلية زي مطروح واسكندرية. في الصعيد شاركة أسيوت ومن الدلتة شاركة فرقة الشرقية. ده حق التوازن في إبراز كل البيئات الموجودة في مصر. صحيح أنا عايزة أقول لحضرتك كمان أنه كان فيه بيبقى متابعة من الضيوف والسياح الأجانب حتى فرق الفنون الشعبية بتاعتنا لما بتسافر بره بتعمل إبهار ضخم جدا الحياة. وبيبقى فيه إقبال كبير على هذا الفن. الفلكلور المصري هو يعني بحكم طبعا المتابعة القادر على جذب انتباه جميع الثقافات العالمية. صحيح يعني ممكن حضرتك تحس برتابة مع فلكلور معين بعد فلكلور المصري في كل مكان قادر على جذب انتباه كل الحضور بكل الثقافات. صحيح دي حقيقة بطلقا هنروح نتكلم على طبعا دي دورة استثنائية بنتكلم على فيروس كورونا وكلمني على الحقيقة الأمور اللي تمت عشان يتم هذا المهرجان يعني إزاي اللي كان بيكون موجود الحفاظ على سلامة الضيوفنا الزائرين الإجراءات اللي كانت بتقام عشان نأمن يعني ضيوفنا اللي جايين من بره والفرق اللي كانت موجودة. حقيقة وزارة الثقافة اتخذت في هذا الشأن سواء في مسارحها كلها في الفترة الحالية يعني صحيح بنعمل بكمل طاقتنا لكن مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من خلال الكشف بوسائل كشف درجة الحرارة. نعم اللي كانت موجودة على طول باستقرار. والجراءات الاحترازية الأخرى زي الكمامة والكلام ده والتباعد إلى حد ما بنعمل بكمل طاقتنا لكن إلى حد ما بنحاول نوصل لمرحلة التباعد تبقى آمنة لكل الناس. جوائز المهرجان كانت عبارة عن إيه وإيه الدول اللي قدرت تفوز بهذا الجوائز. الحقيقة هي مسألة مش مسألة مهرجان ترتيبي لا هي مهرجان تكريمي تم تكريم كل الدول اللي شاركت في المهرجان وكل الفرق المصرية اللي شاركت في المهرجان بشكل يليق بقيمة مصر وبقيمة الهيئة العامة لكسور الثقافة ووزار الثقافة طبعا. لو نروح مثلا يعني أفحارك قلت لي من البحيرة فهنا نتكلم على قصر ثقافة دمانهور. من فضلك أستاذ أحمد تكلمني عن البرامج اللي بتقدم لأنه ممكن يكون في كتير من مشاهدين ما يعرفش إيه البرامج اللي بتقدم في قصور الثقافة. كلمني عن قصر ثقافة دمانهور وإيه البرامج اللي بتقدموها. تشتغلوا إزاي البداية بتبقى إزاي من كام لكام من فضلك قلنا المعلومات. خلينا نتكلم عن محافظة البحيرة عامتا. محافظة البحيرة من أكبر المحافظات على مستوى الجمهورية بالحيس المساحة والكسافة السكانية. يعني إحنا أكتر من 6 مليون مواطن على أرض محافظة البحيرة. عندنا بيخدمهم 40 موقع ثقافي في كل بيغطي جميع مراكز المحافظة. عايز أقول لحضراتك زي ما قلت في الفترة اللي فاتت شاهدت محافظة البحيرة مجموعة من الانشاءات الثقافية الجديدة. زي أسر الثقافة ده منهور، أسر الثقافة ودي النترون. يعني أسر الثقافة ودي النترون تقريبا المؤسسة الثقافية الوحيدة اللي موجودة في ودي النترون بتخدم منطقة مهمة جدا من بلدنا. يعني عندنا أسر الثقافة ده منهور، ده منهور محظوظة جدا بوجود مؤسسات ثقافية فيها. عايز أقول لحضراتك يعني ده منهور موجود فيها دار أوبرا، موجود فيها مركز للإبداع، موجود فيها مكتبة مصر العامة ده صرح كبير. بالإضافة للصرح الأجدد اللي هو أسر الثقافة ده منهور. أسر الثقافة ده منهور بيقدم جميع الأنشطة اللي ممكن الحضرات، الأنشطة الفنية والثقافية اللي حضراتك ممكن بتقدمها لهيها. زي المسرح عندنا تقريبا شرائح ونوادي مسرحية طوال العام. عندنا فرق للموسيقى العربية. عندنا فرق للفنون الشعبية. عندنا طبعا المرسم والفنون التشكيلية. جميع الأنشطة، بالإضافة للندوات والمحاضرات بشكل يومي. كويس أولا حضرتك ذكرتلي ندوات والمحاضرات. وإحنا بنتكلم على تفقيف شبابنا وتغيير الفكر. وزي ما حضرتك عارف الفترة السابقة كان موجود بعض من الشباب اللي بينتمي إلى فكر متطرف وما إلى ذلك. ما أنت مش هتحارب الفكر بالأمن بس. أنت هتحاربه كمان بالفكر بالفكر. فإزاي كانت بتختاروا هذه الندوات عنوانها إزاي؟ من الفئة اللي أنتوا بتستهدفوها في هذه الندوات؟ طبعا عشان نحارب أي فكر متطرف لازم ننزل من المنبع. يعني نبدأ بالأطفال. لو أسسنا طفل قادر على استغلال مواهبه. على المشاركة في الفنون المسرحية سواء أو الرسمة. أكيد هيتلع غير قابل لتشكيل وعي متطرفة. تشكيل وعي بطريقة متطرفة. فهي دي البداية لازم نبدأ من الأول. نكون طفل قادر أنه يحلم. قادر أنه يستغل مواهبه. قادر أنه يمثل. قادر أنه يقف على المسرح. خلاص لو بدأنا البداية دي أكيد لما هنوصل لمرحلة الشباب أو مرحلة تشكيل الوعي الكامل. هنلاقي حد قادر أنه نديله الفكر الصح ويستقبله بطريقة جيدة. هل بتستنوا الجمهور يزور قصر الثقافة؟ ولا زي ما حضرتك ذكرت لي مجموعة نقاط عديدة موجودة الحقيقة في محافظة البحيرة ثقافية ومهمة جدا. بتقدروا توصلوا لشبابنا في المدارس وفي الجامعات. عايز أقول لحضرتك أتكلم عن مشروع حققته الهيئة العامة لكسور الثقافة في فترة اللي فاتت. اسمه مشروع مسارح المتنقل. المسرح المتنقل عبارة عن مسرح مجهز كامل يقادر على استقبال جميع الفرق الفنية سواء مصرحية أو موسيقى عربية أو فن شعبية. بنقدر بنوصل لداخل العمق المصري يعني الظاهير ريفي أو الظاهير صحراوي. قدرنا بنعمل ده في ست محافظات. الهيئة العامة طبعا لكسور الثقافة قدرت تعمل ده في ست محافظات. وصلنا للزاهير الصحراوي. وكان استقبال الناس ليه كان بطريقة جميلة جدا وحق نجاح ملحوظي. زي ما بنقول دايما اكتشاف المواهب هي مهمة بتقع على عاطق أيضا وزارة الثقافة وهيئة القصور. دي مهمة أساسية. بتعمله إيه؟ بتبعاته نشرات إزاي؟ بتعمله إعلان لاستقطاب مجموعة من المواهب والمتدربين؟ كلمني عن الألية دي من فضل. زي ما قلت لحضرتك إحنا بنبدأ من الأطفال والطفل عندنا شريح مصرح للطفل من أعلن عنها بيتقدم لنا المواهب القادرة أنها تقف على المصرح أو عندهم الجرأة أنهم يعملوا ده. عندنا فرق للأطفال خاصة بالكرال خاصة بالفنو الشعبية برضو للأطفال. كل ده بنأعلن عنه اللي عنده القدرة بيتقدم طبعا وبيبدأ من خلال مدربين متخصصين تطوير مواهبه في كل على حسن مجاله. بالإضافة طبعا لأندية الأدب الموجودة لأي طفل عنده موهبة أدبية سواء بالشعر أو في القصة بيبدأ فيه متخصصين من كبار الأدباء في كل محافظة بتقدر أنها تنمي المواهب دي وتعمل معها على تطويرها. نعم. زي ما بنقول دايما ده مجهود. يجب علينا كمان نحن نزور هذه القصور ونحن كمان نتابع الأنشطة بتاعتها لأنه تقريبا أنتوا عندكم كل يوم في جديد في قصور الثقافة. احنا عندنا برنامج شهر يا فندم بشكل يومي لجميع مواقع الثقافية في كل المحافظات وعلى مستوى الجمهورية بشكل يومي. بشكل يومي ومجانا. مجانا طبعا. يعني دي مهمة جدا وأرجو أن من حضراتكم تتابعوا هذه الفعاليات لأنها فعاليات مهمة جدا وإن شاء الله مصر دائما ولادة بمواهبها وأفكارها الجديدة. شكرا جزيلا السيد أحمد عبد الناصر أخصائي ثقافي بالهيئة لعمل قصور الثقافة. شكرا لوجودك معنا. شكرا لوجودك معنا. وبشكر حضراتكم بكرا إن شاء الله لتقي بحضراتكم على ألف خير.